اشتركوا في القناة والله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين والله مصر على محمد وآلي محمد وعدل ورجوه والعام أعداه ولعنة الله على قتالتهم وأعدائهم أجمعين إلى يوم الدين نتقدم إلى ساحة القداسة إلى سيدنا ومولانا وولي أمرنا الخليفة الشرعي الثاني عشر إمام هذا الزمان الحجة المنتظر صلوات الله وسلامه عليه بأصدق التعازي بمناسبة أمر الذكريات وأكثرها إيلاما لقلوب أهل البيت الطاهرين عليهم السلام هذه الذكرى الأليمة التي وصفها الصادق عليه السلام بأنها أصل يوم العذاب إذ في هذا اليوم الكئيب الحزين بعد استشهاد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بخمسة أيام أقدمت سلطة الانقلاب المتمثلة بأبي بكر وعمر ومن شايعهما عليهم جميعا لعنة الله أقدمت يحوطها ثلاثمائة عنصر مسلح من قبيلة بني أسلم على الهجوم على دار سيدة نساء العالمين الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وتمخط عن هذا الهجوم الغادر إسقاط جنين الزهراء السبط الثالث السبط الثالث المحسن الشهيد عليه الصلاة والسلام وقتله كما تمخط عن ذلك التنكيل بالسيدة الزهراء صلوات الله عليها حتى كسر ضلعها وكان الهدف من هذا الهجوم الغادر إجبار أمير المؤمنين الخليفة الشرعي والوصي الشرعي صلوات الله عليه على أن يعترف بالحكومة الإنقلابية التي تشكلت بزعامة أبي بكر بن أبي قحافة هذه الذكرى الأليمة تُعتصر لها القلوب ألما وينبغي على المؤمنين والمؤمنات أن يُحيوها على أعلى مستوى من الاستنفار فإنها عند أهل البيت الطاهرين عليهم السلام تفوق في مرارتها يوم عاشوراء هكذا نطقت الأحاديث الشريفة فنحن نجدد العزاء هنا لمولانا صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام وللأمة الإسلامية الرافضية جمعاء ونسأل الله تعالى أن يمكننا من أن نثأر لفاطمة صلوات الله عليها من من ظلمها وآذاها واعتدى عليها ولعل أعظم مصداق لهذا الثأر في مثل هذه المرحلة التي نعيشها من ظلمها يتمثل بهداية الناس إلى ولاية الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها صلوات الله عليهم وهدايتهم إلى البراءة من كل من غضبت عليه الزهراء وعلى الأخص أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة ضاعف الله عذابهم في نار الجحيم إن كل فرد يهتدي إلى هذه الولاية وإلى هذه البراءة تكون هدايته مصداقاً للثأر للزهراء البتول صلوات الله عليها فنسأل الله تعالى أن يديم توفيقه لنا ولكم في هذا السبيل وفي هذا الطريق جاء في القرآن الحكيم في سورة آل عمران عليهم السلام وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قال أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا أَقْرَرْنَا قال فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ هذه الآية الكريمة عبارة عن محاورة بين الله تبارك وتعالى من جهة وبين أنبيائه العظام صلوات الله عليهم من جهة أخرى تضمنت هذه المحاورة أخذ ميثاق من هؤلاء الأنبياء كل نبي من الأنبياء أخذ الله عز وجل منه ميثاقا خاصا وإذ أخذ الله ميثاقا نبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول من هو هذا الرسول إنه النبي الخاتم صلى الله عليه وآله ما المطلوب منكم تجاهه ما تكليفكم تجاه هذا النبي الخاتم الرسول ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به تكليف الأول أنتم الأنبياء عليكم أن تؤمنوا بهذا الرسول المصدق بهذا الرسول الخاتم الشيء الثاني وَلَتَنْصُرُنَّهْ عَلَيْكُمْ وَاجِبُ النُّصْرَةْ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ الله يخاطب أنبياءه أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي عَهْدِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ في تفسير هذه الآية الكريمة جاءت أحاديث عندنا أو من طرقنا وطرق أهل الخلاف على السواء مثلاً جاء في تفسير الآية في مجمع البيان للطبرس عليه الرحمة عن أمير المؤمنين عليه السلام إن الله أخذ ميثاق الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وآله أن يخبروا أممهم بمبعثه ونعته ويبشروهم به ويأمروهم بتصديقه وَبِنُصْرَتِهِ عَلَى أَعْدَائِهِ إِنْ أَدْرَكُوهُ أما ما جاء من طرق أهل الخلاف ففي تفسير هذه الآية المباركة في تفسير الطبر نقرأ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلوات الله عليه قال لم يبعث الله نبيا آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في محمد صلى الله عليه وآله لَإِنْ بُعِثَ وَهُوَ حَيٌّ لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَيَنْصُرُنَّهِ وَيَأْمُرُهُ أَنْ يَأْمُرُ النَّبِي فَيَأْخُذُ الْعَهْدَ عَلَى قَوْمِهِ إذن كل نبي من آدم فمن دونه مأمور من الله أن يبشر بخاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وأن يبلغ قومه بهذه البشارة وأن يعقد العزم على أنه إذا أدرك هذا النبي فعليه واجب نصرته وَكَذَلِكَ قَوْمُهُ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَهُمْ إلى عقد العزم على أنهم إن أدركوا هذا النبي فعليهم واجب الإيمان به ونصرته أيضاً يروي الطبري عن السدي قال لم يبعث الله نبياً قط من لدو النوح إلا أخذ الله ميثاقه ليؤمنن بمحمد صلى الله عليه وآله وَلَيَنْصُرَنَّهُ إِنْ خَرَجَ وَهُوَ حَيٌ وَإِلَّا أَخَذَ عَلَى قَوْمِهِ أي لم يبعث الله نبياً من لدو النوح إلا أخذ على قومه أن يؤمنوا به وينصروه إن خرج وهم أحياء لمزيد تفصيل نرجع إلى كتاب تأويل الآيات الباهرة لشرف الدين الاسترابادي عليه رحمة الله ففي تفسيره لهذه الآية الكريمة يروي روايتين مهمتين أولاهما عن فرج بن أبي شيبة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وقد تلا هذه الآية وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ يقول الإمام الصادق هنا لما قال لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ يَقُولْ يَعْنِي رَسُولَ اللَّهُ صلى الله عليه وآله فَكُلُّ الْأَنْبِيَاءَ مَأْمُرُونَ بِأَنْ بِأَنْ يُؤْمِنُوا بِرَسُولِ اللَّهُ وَلَتَنْصُرُنَّهُ يَعْنِي وَصِيَّهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام وَلَمْ يَبْعَثِ اللَّهُ نَبِيًّا وَلَا رَسُولًا إِلَّا وَأَخَذَ عَلَيْهِ الْمِيْثَاقَ لِمُحَمَّدٍ بِالنُّبُوَّةِ وَلِعَلِيٍّ بِالْإِمَامَةِ هكذا كانت دعوة الأنبياء وهذا هو ميثاقهم الرواية الثانية عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام إن الله تبارك وتعالى أحد واحد تفرَّد في وحدانيته ثم تكلم بكلمة فصارت نورا ثم خلق من ذلك النور محمدًا صلى الله عليه وآله وخلقني وذريتي فهذا النور الإلهي الذي هو كلمة من الله تعالى هذا النور هو نور النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ونور أهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين إلى أن يمضي الإمام أمير المؤمنين عليه السلام فيقول وَأَخَذَ مِيثَاقَ الْأَنْبِيَاءِ بِالْإِيمَانِ وَالنُّصْرَةِ لَنَا وَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهِ هذه الأحاديث تكشف لنا عن حقيقة مغيبة أن كل الأنبياء في كل رسالاتهم مع كل أقوامهم في مختلف البقاع في مختلف العصور كانوا يتناقلون هذا الميثاق الإلهي المقدس والوصية العظيمة وينقلونها بدورهم إلى أقوامهم والأقوام ترثهم الأقوام والأجيال تتوالى فإذا بهذا النداء الإلهي يكون حاضراً هذا الترقب لما بشَّرت به الأنبياء يكون ماثلاً هذا العهد المقدس هذا الإصر هذا الميثاق يتردد على الألسن ينتقل من فرد إلى فرد لا سيَّمَ العُلَمَاء لا سيَّمَ المُتَدَيِّنِينَ الذين آمَنوا بدعوات الأنبياء ورسالاتهم أن إذا أدركنا محمدًا صلى الله عليه وآله وأدركنا أهل بيته فهناك ميثاقٌ إلهي لا بد من تنفيذه حين ذاك هناك واجبٌ مُقدَّس ما هو هذا الواجب؟ الإيمان والنُّصر فلا بد أن يكون كل مخلوق مُستعدًّا تمام الاستعداد لنُصرة النبي وأهل بيته الطاهرين عليهم الصلاة والسلام ما إن يُدرِكُهم وبالفعل حين نقرأ التأريخ القديم نكتشف أنه كان هنالك رجالٌ صالحون بلغتهم دعوة الأنبياء بما فيها من ميثاقٍ مُقدَّسٍ أخذه الله عليهم وعلى أقوامهم ثم جاءكم رسولٌ مُصدِّقٌ لما معكم لتؤمنُنَّ به ولتنصرُنَّه كان أولئك الرجال الصالحون الذين آمنوا كان هذا الميثاق حاضرًا في نفوسهم وفي أذهانهم وكانوا يُعبِّرون عن الاستعداد لهذه النُصرة ويدعون إليها ويُوصُون أبناءهم وأقوامهم بها لأنهم يترقَّبون ظهور هذا النُّور نور المُصطفى صلى الله عليه وآله ونور أهل بيته الطاهرين عليهم الصلاة والسلام من أولئك الرجال القدماء الذين صلحوا وَاهْتَدَوُونَ وَآمَنُوا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ قَبْلَ أَنْ يُولَدْ رجلٌ اسمه تُبَّع تُبَّعُ الْحِمْيَرِي كان ملكًا عظيمًا حَكَمَ الشَّرْقَ كُلَّهُ هو يمانيٌّ حميريٌّ لكن سلطانه اتسع بسبب اتساع سلطانه حاز على ثقافات كل الشعوب واستطاع أن يضمَّ إليه من كل شعب علماءه وكان منهم من بلغتهم دعوات الأنبياء والكتب المقدسة التي فيها البشارة بخاتم الأنبياء وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام وذكر هذا الميثاق الإلهي المقدس الذي يوجب على كل الأقوام وعلى كل بني آدم نصرة رسول الله وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام فاستطاع أن يتعرَّف على هذا النبي ويؤمِن به خاصةً أنه قد جرت حادثةٌ أدَّت إلى أن يتعرَّف على هذا النبي ويؤمِن به مع أنه بينه وبين النبي ألف عام آمن هذا الرجل وأسلم نطق بالشهادة لله بالوحدانية وبالشهادة لرسول الله صلى الله عليه وآله بالرسالة والنبوة ولعلي أمير المؤمنين بالإمامة والوصية مع أنه سبق ميلاد النبي والوصي بألف عام هذا الرجل هو تُبَّع الذي جاء في الرواية عندنا أنه نزل إلى يثرب في إحدى رحلاته هو مع حاشيته مع رجاله نزلوا إلى يثرب والإمام الصادق عليه السلام يُنبِئُنا أن هذا الرجل قد أوصى أجداد الأوس والخزغج بوصية مهمة أين نجد هذه؟ نجدها في كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة لشيخنا الصدوق رضوان الله تعالى عليه بسنده عن الوليد ابن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن تُبَّعا قال للأوس والخزرج كُونُوا ها هنا أي في يثرب في المدينة المنورة أبقوا أنفسكم هنا لا تخرجوا كُونُوا ها هنا حتى يخرج هذا النبي أما أنا فلو أدركته لخدمته وخرجت معه ما تفصيل الأمر؟ ومتى قال تُبَّع هذه الكلمة؟ وفي أية مناسبة؟ وما هو الباعث التفصيل نجده فيما رواه الأخ الأكبر للعلامة الحل رضوان الله تعالى عليهما العلامة الحل الحسن بن يوسف بن المطخر أخوه الأكبر عالم أيضا لكنه ليس بشهرة أخيه الأصغر ذاك العالم اسمه علي بن يوسف ابن المطخر الحلي له كتاب شريف اسم هذا الكتاب العدد القوية في هذا الكتاب في الصفحة مئة وثلاث عشر يروي قائلا كان تُبَّع الأول من الخمسة الذين ملكوا الدنيا بأسرها فسار في الآفاق وكان يختار من كل بلدة عشرة أنفس من حكمائهم فلما وصل إلى مكة كان معه أربعة آلاف رجل من العلماء فتح الدنيا فكان يختار العلماء والحكماء يضمهم إليه كعادة كثير من ملوك تلك الأزمنة فاجتمى عنده عدد غفير من العلماء والحكماء أربعة آلاف رجل مرة من المرات هم نزل مكة المكرمة يقول فلما وصل إلى مكة كان معه أربعة آلاف رجل من العلماء فلم يعظمه أهل مكة بقية البلدان أهلها كانوا يعظمونه هذا شاف أهل مكة ما يعظمون لماذا فغضب عليهم وقال لوزيره عمياريسة اسمها كذا وقال لوزيره عمياريسة في ذلك يعني سأل وزير إنه هؤلاء لماذا لا يبدون تعظيماً لأهل مكة فقال الوزير إنهم جاهلون ويعجبون بهذا البيت يعني هم أناس جهل ما يقدرون قيمة الملوك وهناك عامل آخر يجعلهم لا يقدرونك ولا يعظمونك أنهم قد انتابهم العجب شوي غرور تكبر عندهم بسبب وجود هذا البيت عندهم وهم يقولون هذا البيت بيت الله ونحن أهله لأننا أهل بيت الله أهل حرم الله فإحنا أشرف الموجودين إحنا أعظم الموجودين فهس يجينا تبع الملك وغير الملوك كلهم يفترض أن يخضعوا لنا أهل مكة معروف عنهم وقريش من بعد ذلك معروف عنهم هذه الأنفة هذا الشموخ الملك هذا ما عجب هذا الموقف يقول فعزم الملك في نفسه إلى الآن من بلغ أحد فعزم الملك في نفسه أن يخربها ويقتل أهلها عقد العزم هكذا في ضميره أنه هذول شايفين نفسهم بهذا البيت أنا خلص رح أهدم هذا البيت وأخرب هذه البلدة وذول أهم الموجودين إذا تصدوا لي أقتلهم حتى لا يتكبروا على أحد من بعد هو بمجرد ما عقد العزم في ضميره على ذلك الله تعالى عاقبه وكان هذا العقاب خيرا له لأنه بسببه ارتدى عن هذه الجريمة وفكر أيضا أن لماذا أخذني الذي أخذني فسأل أو قيل له كما سيأتي في الرواية واهتدى من وراء ذلك عرف حرمة هذا البيت وعرف دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام فصار خيرا له يقول فَعَزَمَ الْمَلِكُ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُخَرِّبَهَا وَيَقْتُلَ أَهْلَهَا فَأَخَذَهُ اللَّهُ بِالصِّدَامُ الصِّدَامُ الصِّدَامِ دَاءٌ يُصِيبُ الرُّؤوس ويخصونه برؤوس الدواب يعني الدواب والتي كان يعتمد عليها في رحلاته وفي التخريب أيضاً إذا بها كلها يصيبها هذا الداء فتعجب وأيضاً أصابه بداء آخر يقول وَفَتَحَ مِنْ عَيْنَيْهِ وَأُذُنَيْهِ وَأَنْفِهِ وَثَمِهِ مَاءً مُنْتِنًا عَجَزَتِ الْأَطِبَاءُ عَنْهُ هو هذا نفس التبع فجأةً مادة سائلة تخرج من عيونه من أنفى من فمى من أذنيه مادة منتنة ومهما يراجع أطباء اللي معاه عنده أطباء كثر هو لامل أطباء من كل الدنيا أمهر الأطباء كانوا عنده هو كان ملك الدنيا بلا منازل عجزة وما عرفوا شي يسوون وقالوا هؤلاء الأطباء هذا أمر سماوي هذا الذي أصابك شيء من الله وتفرقوا عنه فلما أمسى صار المساء جاء عالم من العلماء إلى وزيره إلى وزير الملك وأسر إليه إن صدق الملك نيته عالجته يقول أنا رح أروح أدخلني على الملك بس أريد يكون صادق معي يقول لي هو بالفعل على ماذا نوى فإذا صدقني عالجته هذا يبدو كان يفهم لأنه قرأ الكتب المقدسة عرف حرمة هذا البيت عرف أنه هذا بيت الله هذا الذي بناه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام فاستأذن الوزير له الوزير استأذن لهذا العالم على الملك فلما خلى به الآن بس الملك وهذا العالم قال له العالم يقول للملك هل نويت في هذا البيت أمرا؟ قال كذا وكذا يعني قال لا إيه صحيح أنا أردت أخرب هذا البيت وأقتل أهله قال العالم تب من ذلك ولك خير الدنيا والآخرة اعرف حرمة هذا البيت أتوب وراح تشوف خير الدنيا والآخرة فقال قد تبت مما كنت قد نويت يقول فعوفي في الحال بمجرد ما تاب الله تعالى أنزل العافية عليه فآمن بالله لأنه بعد خلص بيّن لهذا العالم أنه شنو الموضوع فآمن بالله وبإبراهيم الخليل عليه السلام وخلع على الكعبة سبعة أثواب هذا كان من أول كما يسجل في التاريخ أول من كس الكعبة الكس والشريف وهو أول من كس الكعبة وخرج إلى يثرب ويثرب يومئذ أرض فيها عين ماء فاعتزل من بين أربعة آلاف عالم أربعمئة عالم على أنهم يسكنون فيها لما وصل إلى يثرب شاف ظاهرة هو مع أربعة آلاف عالم أربعمئة من هؤلاء الأربعة آلاف قال لولا بعد إحنا ما ريد نطلع من يثرب اعتزلوا وقالوا نحن نريد أن نمكث هاهنا نعيش هنا فتعجب من الأمر وسألهم وجاءوا إلى باب الملك وقالوا إنا خرجنا من بلداننا وطفنا مع الملك زمانا وجئنا إلى هذا المكان ونريد المقام فيه إلى أن نموت فيه فقال الوزير ما الحكمة في ذلك لماذا أنتم مصرون على البقاء هنا قالوا اعلم أيها الوزير إن شرف هذا البيت أي بيت كعبة شرف هذا البيت بشرف محمد صلى الله عليه وآله صاحب القرآن والقبلة واللواء والمنبر مولده بمكة وهجرته إلى هاهنا وإنا على رجاء أن ندركه أو تدركه أولادنا نحن لماذا اعتزلنا عن البقية ونصر على أنه نبقى هنا لهذا السبب بلغتنا دعوة الأنبياء ميثاق الأنبياء قرأنا الكتب المقدسة فعلمنا أنه هذه البلد الطيبة يثرب هذه محل هجرة هذا النبي الأقدس صلى الله عليه وآله وإحنا علينا واجب إحنا علينا واجب متوارث من القدماء من الأنبياء من آدم فما دونه أنه إذا جاء هذا النبي لتؤمنن به ولتنصرنه فإحنا رح نبقى هنا رجاء نرجو على رجاء أننا نحن ندركه إذا إحنا ما أدركنا من يدركه أولادنا قالوا هذا الكلام للوزير الوزير هنبلغ الملك تبع فلما سمع الملك بذلك تفكر أن يقيم معهم سنة رجاء أن يدرك محمدا صلى الله عليه وآله قال أنا رح أبقى إياكم هم سنة بل كي يطلع هذا النبي الآن وأمر أن يبنو أربعمائة دار لكل واحد دار من هؤلاء العلماء وزوج كل واحد منهم بجارية معتقة وأعطى كل واحد منهم مالا جزيلا قال خلص أنتوا ابقوا هنا رجاء أن تدركوا هذا النبي يقول وروي أن تبعا قال للأوس والخزرج يعني أجدادهما كونوا ها هنا إلى أن يخرج هذا النبي أما أنا فلو أدركته لخدمته وخرجت معه نفس العبارة التي قالها الإمام الصادق عليه السلام في روايته لكن هنا جاءت ماذا ضمن رواية طويلة مفصلة فكلام الإمام الصادق عليه السلام يصادق على صحة هذه الرواية يقول وكتب كتابا إلى النبي صلى الله عليه وآله وين قبل ألف سنة كتب كتاب إلى رسول الله هو هذا تبعه ماذا ذكر في هذا الكتاب يقول يذكر إيمانه وإسلامه وأنه من أمته يقول سجلني عندك أنا تبع الحمير من أمتك يا محمد صلى الله عليه وآله ليش أملا في شفاعته يقول كتب كتابا إلى النبي صلى الله عليه وآله يذكر إيمانه وإسلامه وأنه من أمته فليجعله تحت شفاعته من قبل ألف سنة من ظهور النبي صلى الله عليه وآله كانت الناس تتسابق لنيل شفاعته حتى تعرف أنت أي شرف عظيم نلته ترى هذا الشرف ماك أعظم منه شرف أنك مسجل عند الله من أمة محمد صلى الله عليه وآله هذا الشرف عظيم أنك ببركة موالاتك له ولأهل بيته الطاهرين عليهم السلام تنال شفاعته هذا أمر كان يتبار فيه الناس منذ الزمان القديم كتب هذا الكتاب للنبي صلى الله عليه وقال اجعلني تحت شفاعتك وعنوان الكتاب إلى محمد بن عبد الله خاتم النبيين ورسول رب العالمين من تبّع من تبّع الأول أو من تبّع الأول هذا تبّع الأول لأنه هناك تبّع الثاني ما لنا علاقة به يقول ودفع الكتاب للعالم الذي نصح له تذكرون هذا العالم الذي جاءه في مكة وهذا مريض وقال لتوب إلى الله هذا إذن يعرف قضية النبي صلى الله عليه وآله هذا أيضاً كان من جملة الأربعمائة المعتزلين الذين مكثوا في يثرب كتب تبّع هذا الكتاب وقال تفضل احفظ عندك هذا عهدي هذه أمانة إذا خرج هذا النبي وأنا لم أدركه سلم هذه الأمانة إليه سلم هذا الكتاب إليه إذا ما خرج في زمانك هذه همتظ الأمانة عندك اعطيها لأبنائك لسلالتك وصيهم خلّ هذا الكتاب يوصل إلى خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وبالفعل هو هذا صار يقول ودفع الكتاب للعالم الذي نصح له ثم خرج منها أي من يثرب وسار حتى مات بعلسان بلد من بلاد الهند هناك مات فكان بين موته ومولد النبي صلى الله عليه وآله ألف سنة ثم إن النبي صلى الله عليه وآله لما بعث وآمن به أكثر أهل المدينة وهذا لأبناء من أبناء أولئك الأربعمائة الذين ظلوا في هذا المكان كثير منهم لا أقل أنفذوا أنفذوا الكتاب الله صلى الله عليه وآله ومجرد ما جاء هذا الرجل الذي معه الكتاب النبي على طول عرفه فقال أنت أبو ليلى قال نعم قال ومعك كتاب تبع الأول فتحير الرجل الرجل تحير آية النبوة هذه فقال هات الكتاب فأخرجه ودفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فدفعه النبي إلى علي عليه السلام فقرأه عليه فلما سمع النبي صلى الله عليه وآله كلام تبع قال مرحبا بالأخ الصالح الرواية تقول ثلاثة مرات قال مرحبا بالأخ الصالح مرحبا بالأخ الصالح مرحبا بالأخ الصالح وأمر أبا ليلى بالرجوع إلى المدينة قصة عجيبة هذا النبي صلى الله عليه وآله أعجوبة العاجيب بمعنى بمعنى الكلمة أنت تصور ذول أهل المدينة اللي من الواضح كان منذ بداية الدعوة الإسلامية كانوا أقرب إلى الإيمان راحوا للعقبة وبايعوا النبي صلى الله عليه وآله بيعتين وبالفعل نصر النبي صلى الله عليه وآله هذا ما تم من دون مقدمات هناك مقدمات هذه منها هذه منها في مصادر أهل الخلاف هناك رواية يرويها أحمد في مسنده عن سهل ابن سعد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا تسبوا تبعا فإنه قد كان أسلم أسلم قبل ألف سنة ليش البعض سبوا تبعا لأنه قد انقدحت في أذهانهم شبهة بسبب ورود آيتين في القرآن الحكيم ذكر فيها تبع وظنوا أن الآيتين في مقام الذم له وأنهما توحيان بكفره وإجرامه أما الآية الأولى فجاءت في سورة قاف قال تعالى كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد هذه الآية الأولى آية الثانية في سورة الدخان أهم خير أم قوم تبع وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ فالبعض ربما بقراءة سطحية لهاتين الآيتين ظن أن تبعا كافر مجرم والحال أنه رجل صالح قد آمن والذم في الآيتين إنما هو لقوم تبع قوم تبع مو تبع إحنا الآن لما انذم نقول قوم لوط يفعلون أفعال شنو قوم لوط ومعنى أنه لوط النبي عليه الصلاة والسلام منهم مشمول بالذم والعياذ بالله لا هو شل علاقة هو نبي أدى ما عليه هؤلاء لم يسمعوا له أي شيء يدخل عليه من العيب إذا كان قومه قد فسدوا كذلك تبع أي عيب يدخل عليه إذا كان قومه قد فسدوا هو رجل لقي الله مؤمنا هم فسدوا سواء في حياته من بعده كذلك الكلام لما نحن الشيعة نقول إن كثيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فسدوا كفروا ارتدوا نافقوا إلى ما هنالك يجيك فورا هذا البكر المبتدع يقول لك أنت تسي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ليش يعم نسي إلى رسول الله على ماذا يقول لك لا معنات النبي ما أحسن تربية أصحابه إذن أي عيب يدخل على النبي صلى الله عليه وآله أدى ما عليه بشر وأنذر هم فسدوا من بعده ثم ماذا كذلك الحال مع لوط كذلك الحال مع تبع لا ملازم بين الأمرين يعني لا ملازم بين الأمرين النبي أدى رسالته على أكمل وجه إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر خلص بعد حتى يتضح هذا الأمر أكثر أن تب عن هذا رجل صالح لقي الله وقد تاب وآمن واهتدى لكن قومه من بعد كفروا فذموا في القرآن الحكيم إذ ذن واقع على القوم لا على الرجل هذا نحيلكم إلى ما جاء في تفسير ابن كثير كاحتجاج على أهل الخلاف وهو في مقام الرد على ابن عساكر لأنه اشتبه عليه الأمر واختلط فقال وقد اختلط على الحافظ ابن عساكر في بعض السياقات ترجمة تبع هذا بترجمة آخر متأخر عنه بدهر طويل لأنه هناك تبع الثاني متبع الأول فإن تبع هذا المشار إليه في القرآن أسلم قومه على يديه ثم لما توفي عادوا بعده إلى عبادة النيران والأصنام فعاقبهم الله تعالى إلى أن يمضي فيقول وتوفي قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله بنحو من سبعمائة سنة هذه روايتهم إحنا روايتنا تقول ألف سنة وذكروا أنه لما ذكر له الحبران من يهود المدينة أن هذه البلدة مهاجر نبي في آخر الزمان اسمه أحمد صلى الله عليه وآله قال في ذلك شعرا واستودعه عند أهل المدينة يعني إذا تلاحظ روايتهم تقريبا بنفس مضمون روايتنا يعني إحنا نقول هو كتب كتابا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله واستودعه ذلك العالم الذي أبلغه هم يقولون كانوا عالمين وكان من اليهود مع أنه قبل الديانة اليهودية كان موجود على يتحال لعله يعني قبل دخول الديانة اليهودية إلى تلك الديار على يتحال يقولون عالمان يهوديان أبلغاه بالأمر ويعني هو استودعهم شعرا حول النبي صلى الله عليه وآله يقول واستودعه عند أهل المدينة فكانوا يتوارثونه ويروونه خلفا عن سلف وكان ممن يحفظه يحفظ هذه أشعار تبع أبو أيوب خالد بن زيد الذي نزل رسول الله صلى الله عليه وآله في داره أول ما نزل النبي صلى الله عليه وآله في المدينة يروى أنه نزل في دار أبي أيوب وهو هذا الشعر شهدت على أحمد أنه رسول من الله بار النسم فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابنعم وجاهدت بالسيف أعداءه وفرجت عن صدره كل غم كان يتمنى هذا الرجل الصالح لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وآله المهم أنه كان يوصي منذ ذلك الزمان أوصى أجداد الأوس والخزرج قال لهم كما قال الإمام الصادق عليه السلام كونوها هنا حتى يخرج هذا النبي أما أنا فلو أدركته لخدمته وخرجت معه هذا نموذج هذا واحد من الأوائل الذين أخذوا أو بلغتهم دعوة الأنبياء ورسالتهم بما فيها من ميثاق وعهد لرسول الله الخاتم صلى الله عليه وآله فآمن منذ ذلك الحين وأوصى أوصى بالإيمان والنصرة والخدمة وبذل النفس لرسول الله صلى الله عليه وآله هناك شخص آخر أيضا من الأوائل هذا هو الجد الأوس هو أوس جدهم مو الأوس والخزرج الأوس هذا أيضا بلغه هذا الميثاق فآمن برسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن يدركه هذا ما يجعلنا نرجع إلى كتاب العدد القوية لعلي بن يوسف الحل عليه رحمة الله ولكن في الصفحة مئة واثنتين عشرة هذا بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله ثلاثمائة عام يقول وَبَشَّرَ أَوْسُ بْنُ حَارِثَةَ بْنُ ثَعْلَبَةَ به أي برسول الله صلى الله عليه وآله قبل مبعثه بثلاثمائة عام وأوصى أهله باتباعه في حديث طويل وهو القائل له بيتان من الشعر إِذَا بُعِثَ الْمَبْعُوثُ مِنْ آلِ غَالِبٍ بِمَكَّةَ فِي مَا بَيْنَ زَمْزَمَ وَالْحِجْرِ هُنَالِكَ فَاشْرَوْ نَصْرَهُ بِقِلَادِكُمْ بَنِي عَامِرَ إِنَّ السَّعَادَةَ فِي النَّصْرِ يقول وَفِيهِ أي في أوس يقول النبي صلى الله عليه وآله رحم الله أوسى إنه مات على الحنيفية وحث على نصرتنا في الجاهلية نداء كان يتوارث قبل ظهور النبي الخاتم صلى الله عليه وآله نداء النصر وصي ذهبي مقدسة من الله إلى أنبيائه إلى أقوامهم الأقوام إلى أجيالهم إلى أن وصلت إلى من سكن المدينة المنورة منذ تلك الأزمنة السحيقة كلهم يترقبون ظهور هذا النبي صلى الله عليه وآله لكي يمضوا على تنفيذ ذلك الميثاق ويوفوا بتلك الوصية فماذا جرى؟ نبينا ظهر بعث ذهب إلى المدينة المنورة نعم لا ينكر ما بذله أهل المدينة من نصرة لرسول الله صلى الله عليه وآله حتى سموا ماذا؟ الأنصار الأوسو والخزرج أنصار النبي صلى الله عليه وآله كتيبته جنده صحيح بذل الكثير نعم رسول الله صلى الله عليه وآله مدحهم أمير المؤمنين عليه السلام مدحهم حتى الزهراء عليه السلام مدحتهم ولكن ولكن وآه من لكن آه من لكن بعد هذا التأريخ الحافل إذا بهم يتناسون تلك الوصية وذلك الميثاق فيخذلون يخذلون أنا قلت لكم في السنة الماضية في نفس هذه المناسبة الأليمة على نفس هذا المنبر قلت لكم إنا نحمل الأنصار مسؤولية كبيرة لما جرى على سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها الأنصار يعني شون يعني أنت الأمن أنت جهاز الأمن لرسول الله صلى الله عليه وآله أنت جنود النبي صلى الله عليه وآله وينكم لماذا جلستم هكذا متفرجين بهذا البرود بهذه اللامبالات كيف نسيتم وصية أجدادكم وآسفة كيف نسيتم وصية النبي نفسه النبي صلى الله عليه وآله ذات مرة قام خطيبا يروي ذلك ابن طاوس عليه الرحمة في كتاب التحصين بسند عن المخالفين ينتهي إلى ابن عباس قال صعد صعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر واجتمع الناس إليه فخطب فقال يا معاشر المؤمنين إن الله عز وجل أوحى إلي أني مقبوض وأن ابن عمي مقتول وإني أيها الناس أخبركم خبرا إن عملتم به سلمتم وإن تركتموه هلكتم إن ابن عمي علي هو أخي وهو وزيري وهو خليفتي وهو المبلغ عني وهو إمام المتقين وقائد الغر المحجلين إن استرشدتموه أرشدكم وإن تابعتموه نجوتم وإن خالفتموه ضللتم وإن أطعتموه فالله أطعتم وإن عصيتموه فالله عصيتم وإن بايعتموه فالله بايعتم وإن نكثتم بيعته فبيعة الله نكثتم إن الله عز وجل أنزل علي القرآن وهو الذي من خالفه ضل ومن اتبع علمه من عند غير علي هلك القرآن كتاب هدى ونور ولكن لا يحق لك أن تأخذ علم القرآن تفسير القرآن تأويل القرآن من غير علي إذا أخذته من غير علي تهلك لأنهم لا يفسرون القرآن كما علم رسول الله صلى الله عليه وآله أخاه ووصيه أمير المؤمنين عليه السلام ذاك هو المخول ذاك هو القرآن الناطق ما يحق لك تأخذ تفسير القرآن إلا من القرآن الناطق قرآن عترة بس مو تروح تأخذ لتفسير القرآن من الضحاك مثلا تأخذ لتفسير القرآن من قتادة مثلا تأخذ لتفسير القرآن ما أدري من هو هذا ابن عباس وغير أبو هريرة وأمثالهم عائشة ما يحق لك هذا ما يجعلك تهلك رسول الله يقول صلى الله عليه وآله يا ناس يا مسلمين التزموا بما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله اجمع المسلمين أن رسول الله أمر بالكتاب والعترة باتباع الكتاب والعترة باتباع الثقلين لا تعدو عن هذين الثقلين لا تضيف ثقل ثالث من عندك تقول الصحابة على تعبيرك لا تضيف لك ثقل ثالث تخلي لك ما أدري زوجة النبي صلى الله عليه وآله ما لها صفة حتى تفسر القرآن العترة هي المخولة هي من لها صفة شرعية في تفسير القرآن الحكيم مو غير العترة قال إن الله عز وجل كلام رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله عز وجل أنزل علي القرآن وهو الذي من خالفه خالف القرآن ضل ومن اتبع علمه علم القرآن من عند غير علي هلك أيها الناس اسمعوا قولي واعرفوا حق نصحي أنصحكم رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ولا تخالفوني في أهل بيتي لا تخالفوني في أهل بيتي إلا بالذي أمرتكم به من حفظهم فإنهم خاصتي وقرابتي وإخوتي وأولادي وإنكم مجموعون يجمعوكم يوم القيامة كلكم وإنكم مجموعون ومساءلون عن الثقلين فانظروا كيف تخلفوني فيهما إنهم أهل يقيم النبي الآن يصف عترته فمن آذاهم آذاني ومن ظلمهم ظلمني ومن أذلهم أذلني ومن أعزهم أعزني ومن أكرمهم أكرمني ومن نصرهم نصرني ومن خذلهم خذلني ومن كذبهم أو ومن طلب غيرهم حتى مو من كذبهم شوف 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 دقة تعبير النبي صلى الله عليه وآله يقول ومن طلب غيرهم فقد كذبني تعرف يعني شنو ومن طلب غيرهم يعني يطلب إماما سواهم يطلب عالما يأخذ منه علم الدين علم العقيدة الأحكام الشرعية يقول أنا ما لي على قبل أئمة هؤلاء من عترة النبي أنا أروح آخذ ديني مثلا من أبي حنيفة مثلا أنت مكذب لرسول الله صلى الله عليه وآله رسول الله ما قال لك تأخذ دينك من أبو حنيفة تطلب دينك فقط ممن أمر النبي بأن تطلب منهم الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليه فقط فمن ينتسب إلى هذا الطريق من يؤمن بالنبي والأوصياء الأئمة الأطهار ويروي عنهم أو هو مصدق منهم يصح أن نأخذ منه الدين أما غير هؤلاء كيف نطلب ديننا من هؤلاء هذا تكذيب لرسول الله ما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله بالرجوع إلى أحد من أولئك وإنما أمرنا بالرجوع إلى هؤلاء الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام النبي أيضا يقولها صريحة ومن طلب غيرهم فقد كذبني أيها الناس اتقوا الله وانظروا ما أنتم قائلون إذا لقيتموني ترى بس إحنا الشيعة الذين نلقى رسول الله بوجوه مبيضة البقية كلهم تسود وجوه والله تسود وجوه كل هذا راح يتشوفوه في يوم القيامة احنا ميتون وران عالم آخر جنة ونار محشر قيامة كلنا سنقابل رسول الله صلى الله عليه وآله هذا اللي يجي قابل النبي مكتوب على جبين فوق قرآن عترة وجه مبيض وجه يمتلئ نور النبي سيئله ما فعلت بالقرآن ما فعلت بالثقلين كيف خلفتني في الثقلين النبي يقول بإجماع المسلمين فانظروا كيف تخلفوني فيهما يعني أنا راح أغيب عنكم أنتم خلفائي في حفظ هاتين الوديعتين قرآن عترة تعال انت فلان ابن فلان بماذا فعلت بالقرآن والعترة ماذا فعلت بهما كيف حفظتني فيهما يقول سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله فداك أبي وأمي القرآن عملت به والعترة اتبعتها وواليتها وبرئت من أعدائها يقول لك روح عبرت ناجح يجي واحد آخر يقول لماذا فعلت بالقرآن والعترة يقول أما القرآن فأخذته أخذت علمه ممن من الطبري مثلا تفسير الطبري أخذت من علم القرآن فصار شنو مثلا شنو بعقيتك الآن شنو تعلمت من القرآن يقول إيه تعلمت من القرآن أن النبي يوسف عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله والعياذ بالله من هذا الكفر الذي يرويه الطبري ويرجحه يقول هذا هو الأرجح هذا الصحيح وعليه عقيدة أهل الخلاف جمهر من أهل الخلاف أنه والعياذ بالله النبي يوسف هم بالزنا حتى أنه حل تك تسرواله هذا موجود في الطبري تفسير الطبري أقرأ بآخر لحظة إيجا جبرائيل رفسه فمنعه من الزنا إذا ما مدخل جبرائيل يعني خلص نزع يعني عرفت شلون خلص كان رحيهم بالزنا هكذا يفسرون الآية الكريمة وهمت به وهم بها هكذا يفسرون يريه هم بالزنا والعياذ بالله هذا عند الكتاب هذا الثقل الأول عنده لا هذا يقرأ الأقلقة لسان يقرأ الكتاب أما علم الكتاب شنو؟ لأنه طلبه من غير العلي عليه السلام وأهل البيت علموه شنو؟ علموه كفر باسم الكتاب طعن في أعراض الأنبياء باسم الكتاب هكذا فسروا له الكتاب إسرائيليات هذه معروفة جاءت عن طريق ابن عباس وأمثاله ويعتمدونها وروايات صحيحة عندهم ويفسرون بموجبها يقول لزين هذا الذي أنت فعلت بالكتاب وماذا فعلت بالعترة؟ من إمامك الأول؟ يقول لأبو بكر بن أبي قحافة إمامة العترة ما عندك روح ساقط راسب إلى جهنم وبئس المصير يستغيث يصرخ يا رسول الله دخيلك دخيلك شنو؟ شينفع بعد الآن دخيلك؟ أنت بالدنيا صرخت استنجت برسول الله أنا عقيدتي أنه ما من مسلم والله يستنجد برسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الدنيا إلا النبي ينجده مية بالمية لو أي مسلم الآن من المخالفين يروح إلى المدينة المنورة يصف نيت من الداخل يروح هناك يتشبث برسول الله يتشبث به يقول له يا رسول الله أنقذني أنت إمامي حيا وميتا أنت نبي حيا وميتا أنقذني أنا ألجأ إليك يا محمد ألجأ إليك أقدمك بيني وبين ربي أتوجه بك إلى الله أرشدني ما خير الأديان ما خير المذاهب من أتبع؟ روح سويها وشوف والله إذا نيتك صادق النبي من جوده وكرمه لا يبخل عليك يعطيك الإشارة مئة بالمئة يعطيك وجربوها ناس واهتدوا وتشيعوا بحمد الله اهتدوا وتشيعوا رسول الله ما زال يراقبنا ما زال يرعانا صلى الله عليه وآله ما زال نبينا وإمامنا هو يتكفل بأمته روح أنت وشوف أنت بنفسك شوف ليش ما تلجأ للآن قل لدخيلك لأن يوم القيامة ما يفيدك ترى ما يفيدك بعدما أعرضت عن الكتاب وأعرضت عن العترة ما يفيدك أخذت علم الكتاب من غير العترة فأوقعوك في كفر وطعن في الأنبياء عليهم والسلام طيب لو راجع للأئمة عليهم والسلام مو أفضل حتى تفهم معنى وهمت به وهم بها شنو معنى أنه هم بها يعني شنو أئمة أهل البيت عليهم والسلام فسر وقالوا هم بقتلها مو هم بالزنا والعياذ بالله قال لا ترى شوف أنا دوني الحرام ابتعدي عني هي تحاول فهم بقتلها لولا أرآ برهان رب صبر الله عز وجل قال لا لا لأنه الله مقدر أن هذه المرأة ستتوب فيما بعد وبالفعل تابت فما تستحق القتل في هذا الموقف هم بقتلها حفاظاً على شرفه حفاظاً على عدم تلوث عرضه حفاظاً على عدم وقوعه في الحرام هذا نبي الله شلون تنسب إليه أنه والعياذ بالله هم بالزنا حتى أنه حل تكة الحبل اللي يربط به سرواله كما يروي الطبر وغيره شنوها القذارة شنوها القلة الأدب في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تقابلون رسول الله بهكذا عقيدة يصفعكم على وجوهكم لا تنالون شفاعة النبي بمثل هذه العقيدة المبتدعة التي جاءت من السقيفة ومن الإسرائيليات ومن المنحرفين والمنافقين والكذبة والدجالين خذوا العقيدة الصافية من هذا المعين الصافي من النبي وأهل بيته الأطهار عليهم الصلاة والسلام مريح بالك واحد يرتاح أقلاً واحد مرتاح البال يا أخي والله نتعجب من المخالفين يا أخي على أقل تقدير إذا أعرضنا عن كل النصوص الإلهية والنصوص النبوية التي ترشد إلى اتباع أهل البيت فعلى أقل تقدير اتباع آل النبي أسلم لأنه إذا دار الأمر بينهم وبين غيرهم فهم أقربوا إلى رسول الله هذول أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله فإذن يفترض إذا قلنا أصحاب مذهبهم مذهبهم شنو يصير أسلم من بقية المذاهب هؤلاء توارثوا عقيدة رسول الله كابراً عن كابر أحاديث وسنن رسول الله كابراً عن كابر مؤسلم واحد يسلم ديننا لهم بدلاً مما نسلم ديننا لشعيط ومعيط شنو ربطنا إحنا والله ما أدري جايلي هذا المفسر وهذا العالم وهذا الشيخ وهذا الداعي وكذا نأخذ مننا ديننا من هم هؤلاء؟ من هم؟ من أعطاهم هذه الصفة؟ عجيب يا أخي سلِّم زمام دينك لأئمة أهل البيت الطاهرين الذين هم سلالة محمد نور محمد دم ولحم محمد صلى الله عليه وآله وخلَّك مرتاح البال خلص تنتهي المسألة النبي صلى الله عليه وآله يقول في خطبته هذه وَمَنْ أَكْرَمَهُمْ أَكْرَمَنِي وَمَنْ نَصَرَهُمْ نَصَرَنِي وَمَنْ خَذَلَهُمْ خَذَلَنِي فهنا نحتاج لأن نحاكم الأوسى والخزرج نحاكم الأنصار تعالوا يا هؤلاء ما اكتفيتم بتناسي وصية آبائكم وأجدادكم من زمان تُبَّع قبل ألف سنة يوصيكم بنصرة هذا النبي وعترته أوس جدكم جد الأوس كان يدعوكم إلى نصرة هذا النبي وبذل المهجدونه يدور الزمان وحتى تناسيتم وصية النبي نفسه صلى الله عليه وآله يدور الزمان بالله عليك تقع هذه الجريمة النكراء هذه الفاجعة بعد خمسة أيام فقط من رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله يهجمون على دار بنت رسول الله يحرقون بابها يضربونها يسقطون جنينها أبو بكر عمر جماعة وياهم وثلاثمائة عنصر مسلح مستقدم من خارج المدينة من قبيرة بني أسلم أنتوا تشوفون كل هذا أمام أعينكم ولا مبالات ولا غيرة هذا البرود الله أكبر كيف خذلتم رسول الله هكذا واحد ما يصدق هم هؤلاء أنفسهم القوم الذين كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله يبذلون المهجدونه ويكرمونه إكرام النبي يقول من أكرمهم أكرمني لما لم تكرموا محمدا في عترته في ابنته الوحيدة التي بقت من بعدي الله أكبر شنوها القلوب هب أن الزهراء أصلا حاشاها حاشاها إحنا نقول هذا الكلام تنزلا هب أنها مخطئة في موقفها ضد أبو بكر مثلا مثل ما يقولون هذا هو النعاج المخالفين يقولون لا الصراع اللي بين أبو بكر والزهراء صحيح صار صراع خلاف بينهما الزهراء أخطأت أبو بكر على حق خسي أبو بكر أن يكون على حق في مقابل الزهراء عليه السلام الآن هب ذلك هب يلا مو مشكلة يا أخيم هذه هي البنت الوحيدة التي بقت بعد رسول الله لازم واحد يكرمه إكراما لرسول الله صلى الله عليه وآله هذه سيدة نساء أهل الجنة بإجماع الأمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله إشلون نكسر بخاطرها أنا أقول نكسر بخاطرها فعدا عن أنه واحد يروح يهجم علي يعتذي علي أهل الخلاف يقولون ما هجموا لا لا ما هجموا مع أنه رواياتهم أيضا تذكر يقولون أقصى ما حدث كما في الرواية الصحيحة أن عمر جاء بنار وهدد بالإحراق يا أخي يا أخي شوي الضمير اتق الله هذه البنت مو أي بنت هذه السيدة مو أي سيدة أنت ما يحق لك تكسر بخاطرها إشلون تسمح لواحد يقوم يهددها بالإحراق وما تتحرك مشاعرك والظل تعاند تترحم على هذا اللعين وتترضى عنه افترض أنه بالفعل ما هجم ما قتل ما فعل ما لطم شلت يده مجرد أنه قال هذه الكلمة أنا سأحرق عليك الدار هذا يجعله في شريعة الإسلام مستحقا لأن يبرأ منه أن يعدم نجس ابن النجس هكذا يتكلم مع بضعة رسول الله أين ذهب دينكم أين هم هؤلاء الأنصار أين مرؤتكم أين غيرتكم على بنت رسول الله ماذا حل بكم رواياتنا ذكرت أئمتنا عليهم السلام ذكروا في موارد متعددة أن الأنصار أصابهم حب الدنيا كان لهم بلاء حافل ولكن حتى في زمان النبي صلى الله عليه وآله كم مرة أيضا صارت لهم شفسات لما الدنيا تغرهم فلوس حصلوا على فلوس حصلوا على مكاسب ذهبت قلوبهم باتجاه الدنيا فخذلوا بنت النبي خذلوا بنت رسول الله يوم من الأيام قصة معروفة في زمان النبي صلى الله عليه وآله النبي خرج لكي يشتري ثوبا وجد جارية تبكي فسألها في ختام القصة لماذا تبكين إلى الآن لماذا أنت باقية إلى الآن تقول أنا تأخرت على يعني موالية ولذلك أخشى أن يعنفوني كذا فقال الله تعالي دليني أنت على البيت الذي تعملين فيه أنا أروح معك شفيعا ذهب صلى الله عليه وآله إلى ذلك البيت فسلم عليهم ما أجابوا السلام سلم الثانية ما أجابوا سلم الثالثة فأجابوا فقال ما بالكم ما رددتم علي السلام في المرة الأولى والثانية قالوا سمعنا صوتك يا رسول الله صلى الله عليه وآله فأحببنا أن نستكثر منه نحب نسمع صوتك أكثر وتسلم علينا أكثر ما حاجتك يا رسول الله قال هذه الجارية قضيتها كذا وكذا فورا قالوا شوف شوف هذا التقديس للنبي الأعظم والاحترام والإكرام فورا قالوا هذه العبارة عبارة خالدة أنا أعتبرها قالوا هي حرة لممشاك أنت بس مشيت إجيت صوب دارنا هذه جاريتنا مملوكة صحيح حرة خلص حرة لممشاك يا رسول الله تعنيت شوية مشيت كم خطوة باتجاهنا نحن ما نقبل أنه بعد مو فقط نرفع عنها العقاب بالتأخر وكذا لا لا نقول حرة خلص إكراما لرسول الله واقف على باب بيتنا النبي يأتي يتقدم إلى باب دارك أنت تقدم لكل شيء تفرش نفسك بصاط يطأه رسول الله صلى الله عليه وآله معقول هؤلاء القوم أنفسهم الذين كانوا على هذه الصفة وهذه رواية رويها إمتنا عليهم السلام أنه كان هكذا حالهم في زمان رسول الله تغرهم الدنيا فتأتيهم بنت محمد على الباب أيضا نفس الشيء ما قالوا لها نحن ننصرك لممشاك ولتأثرت أبدا هذه بضعة رسول الله إذا كنتم تقولون لرسول الله هي حرة لممشاك على الأقل بوزن هذه العبارة قولوا لمن هي بضعة جزء من رسول الله نور رسول الله فيها التي قال فيها لا يذيني ما آذاها مشت الزهراء تقدمت إلى باب باب بيت بيت ولا حسوا على دمه طرقت أبوابهم تطلب نصرتهم كما في التواريخ عندنا وعند مخالفين تقول لهم تعالوا انصروني ضد هذا الطاغ يا أبي بكر فعل كذا وكذا قالوا له ليش تأخرتي فالله عليك هذا عذر هذا قد سبقت بيعتنا لهذا الرجل يا بنت رسول الله قد سبقت بيعتنا لهذا الرجل انت تأخرت لو جايتنا ولو جئت أو وجاء بعلك قبل ذلك ما عدلنا به قبل ذلك تقول لهم زهراء أكان مضمون الرواية الشريفة أكان لأبي الحسن أن يترك رسول الله جنازة ويذهب ينافس في سلطانه أولئك أوغاد راحوا تركوا رسول الله جنازة بين أيدينا احنا خمس أيام في حال المصيبة لفقد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله مو فكرنا يم الدنيا والتنافس على سلطان الدنيا والمناصب وكذا ظننا أن عندكم شيء من المرؤة شيء من الاحترام أنهم ما تستغلون فترة المصيبة تنصبون حكومة انقلابية احنا مشغولين أهل البيت بجنازة أبينا رسول الله صلى الله عليه وآله ترحون تتسابقون في السقيفة تنصبون حكومة جديدة وتخلونا أمام الأمر الواقع مع الأسف لم يكتفوا فقط بخذلان الزهراء بل شاركوا في الهجوم على الزهراء يعني كم واحد احنا عدنا من الأنصار من الأوس والخزرج اشتركوا مع هؤلاء الذين اقتحموا الدار عندنا أسيد بن حضير هذا أوسي أسيد بن حضير الأوسي وزعيم الأوس كان تناسى وصية جده الأوس قبل ثلاثمائة سنة وهم كانوا يتناقلونها وصية جده أن تنصر هذا النبي ونصرتك لعترته نصرة له تناسى ذلك كله أيضاً عندنا من المهاجمين المقتحمين معاذ بن جبل مثل معاذ بن جبل هذا خزرجي من الخزرج محمد بن مسلم الخزرجي كذلك هؤلاء من الأوس والخزرج وصيت تبع تناسوها وصيت أوس تناسوها وامتدت أيديهم على الزهراء البتول بالله عليك هذه اليد التي تمتد على الزهراء عليها السلام أن ترجو شفاعة محمد يوم الحساب شلون يقابلون النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هذا اللعين عمر لما يقال له إن في الدار فاطمة والحسن والحسين أنت جاي كالثور الهايج جايب لك نيران جوند محاصر البيت المقدس هذا وتقول أخرجوا من في الدار ليبايع وإلا أحرقتها على من فيها فيقولوا لك يقولوا لك ترى تمهل أصبر في الدار فاطمة والحسن والحسين فيقول وإن وإن هذه كلمة وإن تهدم إسلامه إن كان هناك إسلام كلمة تهدم الإسلام هذه واحد لما يقول لأهل بيت رسول الله يقول أحرقهم وإن ما أهتم يعني ليست لهم حرمة يا أخي هذا لا يجوز حتى بالنسبة لأي امرأة مؤمنة مسلمة عادية حتى لا تنتسب لرسول الله إذا جاء واحد عنده مشكلة مع زوجها مثلا في البيت عنده مشكلة وياه ويوقف على الباب ويهدد يقول أنا رح أقتحم البيت والبيوت لها حرمة أقتحم البيت وأحرقه على من فيه فيقولوا لك هناك امرأة مؤمنة أنت الآن مشكلتك مع الرجل مثلا طيب هناك امرأة مؤمنة في البيت ما يحق لك تحرق البيت على من فيه فإذا قال وإن يسقط إسلامه لأنه يكون قد فصم عروة الإسلام الإسلام جعل حرمة للمؤمنين والمؤمنات فكيف إذا كانت هذه المؤمنة بنت رسول الله صلى الله عليه وسيدة نساء أهل الجنة شلون تقول وإن صبط رسول الله الحسن والحسين كيف تقول وإن ومتى كان عندنا في الإسلام حكم الإحراق لمن يمتنع عن البيعة داعش هذا هذا حكم داعش مو حكم الإسلام عمر بن الخطاب أول داعش في الإسلام علنا يأتي بكل وقاحة يقول لآل رسول الله أنا راح أحرق كم ليش يمسوين ماذا فعلوا كفروا بالله كفروا بالقرآن ماذا أحدث في الإسلام يقول لأنهم امتنعوا عن بيعة أبي بكر وإذا امتنعوا عن بيعة أبي بكر يعني تحرقهم هذا هو حكم الإسلام نعجب من طائفة من المسلمين يحترمون هذه الشخصية وهو ثابت عندهم أنه هددهم بإحراقهم ثابت هذا لا ينازعون فيه لا يخالفون فيه لا يخالف فيه إلا الجهلة أو الكذبة أما المصادر عندهم بالأسناد الصحيحة تقول نعم صحيح هددهم بالإحراق طيب هددهم بالإحراق إذن أنشأ حكما شرعيا أنه كل من يمتنع عن البيع مستحق للقتل والإحراق يهدم عليه داره وتحرق داره هذا أي حكم في الشريعة الإسلامية متى نطق القرآن أو نطقت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله بهذا فعلى أقل تقدير عمر بن الخطاب إذ نطق بهذه الكلمة قال وإن قد ابتدع في الإسلام والمبتدع في جهنم وبئس المصير فكيف تتولاه كيف تقول سيدي كيف تقول رضي الله عنه وأرضاه ألا تستحي من الله ما تستحي من رسول الله صلى الله عليه وآله نحن الذي نتمناه من أنفسنا الآن نحن المسلمين نحن الشيعة ألا نخذل الزهراء كما خذ لها الأنصار كان المفروض الأنصار يهبون بناء على وصايا آبائهم وأجدادهم بناء على الوصايا المقدس لرسول الله صلى الله عليه وآله يهبون لما سمعوا نداء الزهراء تستنجد بهم ولكنهم خذلوها وخاطبتهم عليها الصلاة والسلام اقرأوا في خطبتها الفدكية تخاطبهم بماذا تقول تقول أيهم بني قيلة بني قيلة من قيلة بنت الأرقم أم أوس والخزرج تخاطب الأنصار الأوس والخزرج أنتم لعندكم ميثاق الأنبياء من آبائكم وأجدادكم بنصرتنا والذب عنا آخرتها هذه أيهم بني قيلة أهضم أهضم وأنتم بمرأة مني ومسمع ومنتدى ومجمع تشوفون ما الذي حل بنا أهل البيت وأنا أهضم وأنتم ما تحركون ساكنا الأوس والخزرج الأنصار إلا من عصم الله وما أقل لهم قل من الأنصار وأحمد الجابر بن عبد الله الأنصار مثلا رحمة الله عليه هؤلاء نصر أهل البيت نصر الزهراء تاليا لكن البقية خذلوا إخواني خذلوا الزهراء أنا لا أريد لأمتنا أن تقع فيما وقع فيه الأنصار رجاء ما أريد أن تبقى الزهراء غاضب علينا أيها الإخوة خاصة نحن الذين نقول نحن شيعة الزهراء نحن أتباع الزهراء يفترض أن نثور للزهراء عليه السلام نثور نقول قسم يا زهراء سنثأر ننتصر ننتصر لها ممن ظلمها كل من ينظر اليوم للسكوت عن ظلمة الزهراء والمعتدين على الزهراء خائن للزهراء خائن كل من يجعل قضية الزهراء وفضح أعدائها والتنديد بهم وتعريتهم حتى ينكشف على حقيقتهم الخبيثة أمام الناس كل من يجعل هذه القضية قضية غير محورية قضية يدعو إلى تناسيها أو تأخيرها في جدول الأولويات ويقول الآن الساحة ملائمة ما أدري لازم نخليها القضايا ورانا هذه المسألة الثير الطائفية هذه كذا هذه كذا هذا خائن للزهراء عليه السلام خائن إحنا ما عدنا أعظم من الزهراء ما عدنا والزهراء نادتنا بالنصرة نادتنا لبيك يا زهراء لبيك يا زهراء لبيك يا زهراء الزهراء تستنجد بنا لا نعطي مبررات للقعود مثل ما قالها الأوسو والخزرج مثل ما قال الأنصر أم كان عندهم مبررات واحدة من مبرراتهم شنو خوف الفتنة قالوا ما نريد فتنة تصير بين المسلمين نريد نحافظ على الوحدة الإسلامية الزهراء ردت عليهم في خطبتها ماذا قالت ابتدارا زعمتم خوف الفتنة ألاف الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين لا تقدم لا تقدم أعذار مبررات لا يضحك عليك هؤلاء من عمائم العفونة والنكارة والخبث والبترية الخبيثة اللي يقدمون لك هاي المبررات لا 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 فتنة لا تحجي لا تدافع عن الزهراء لا تقدح في أعدائها هذه فتنة تسبب رد عليهم بنفس منطق الزهراء انت خلي منطقك زهرائي قل ابتدارا زعمتم خوف الفتنة رد عليهم بمنطق الزهراء عليه السلام الزهراء طالبتنا أن نفضح أعدائها ونجاهدهم تمثلت بقوله تعالى وهي تشير لأبي بكر وعمر وأبي عبيدة بن الجراح في خطبتها قالت فقاتلوا أمة الكفر يعني أنطت فتوى الجهاد مو فتوى السستاني هذه فتوى الزهراء قالت جهاد جهاد لأبي بكر وعمر أنت تقوم تتخلف تخذل تخذل نبيك هنا بالله عليكم لو أكو واحد الآن واحد جاء إلى دار رسول الله وهو حي 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 النبي خلي نفرض هذا الفرض رسول الله حي في داره وإذا واحد جاء وهو يدعي الإسلام منافق مثلاً أو أي أن كان جاء وقال سأحرق هذه الدار على من فيها فقالوا له فيها محمد صلى الله عليه وآله قال وإن أكو واحد يخشى الله ممكن أن يدافع عن هذه الشخصية أو يقول للناس لا تقدحوا في هذه الشخصية لأن القدح فيها سيسبب فتنة لأن هذه الشخصية لها أتباع إلى اليوم أكو واحد ممكن مسلم يقوم بهذا العمل ولا واحد يقول لك حاشا لله لا مستحيل ندافع عن واحد يقول عن النبي وإن ما يهتم به لا هذا مستحيل حتى لو إلى أتباع خلي تصير فتنة معاهم مو مشكلة إنه هذا أساءل لرسول الله صلى الله عليه وآله طيب مو هذه بنت محمد هذه بضعة محمد شنو الفرق شنو الفرق ليش تخاف من أتباع الشخصية الملعونة وتراعي جانبهم ما تراعي جانب بنت محمد صلى الله عليه وآله ليش ليش هذا إلى هالدرجة أنت نذل ليش ليش تهتم بالآخرين ما تهتم بآل محمد ليش شنو النذالة إلى متى نبقى على هذه الحال يوم اليوم هذا اليوم باتشر يوم اعتدي على الزهراء عليه السلام ليش حسينياتنا نايمة ليش مساجدنا نايمة ليش المجالس التي تحيي هذه الذكرى التي قال الأئمة أصل يوم العذاب أدهى وأمر من يوم الحسين أعظم من يوم عاشورة مصيبة أئمتنا يقولون ليش الأجواء باردة ليش وبعد ذلك تتساءل ليش صاحب الأمر عليه السلام ما يخرج ليش متأخر ظهوره متأخر ظهوره مسخام وجهنا اليوم مثل هذا ما نحييه بذلك المستوى مفروض إحياءنا لهذا اليوم أعظم من إحياءنا اليوم العاشر من محرم طبقا للروايات لكن الشيعة نايمين مساجدهم نايمة حسينياتهم العتبات المقدسة وين ماكو مظاهر ما تذكر المظاهر مجالس هنا وهناك ضعيفة خجولة هزيلة هذه مأساة نحاسب عليها أمام الله والله نحاسب عليها وبعدين نبكي دم بس ما ينفع لأنه نسجل في سجل من خذلت الزهراء عليها الصلاة والسلام واللي يخذر الزهراء ما يشوف خير لا دنيا ولا آخرة وأنا مستيقن أن جزء كبير من مصائبنا في العراق وفي كل مكان حيث تكالب علينا الأعداء جزء كبير من هذا الذي حل بنا بسبب الخذلان للزهراء روحي في دا لأن الروايات نطقت بأن الله ينصر محبي الزهراء الرواية ذات مرة نقلتها لك في بعض المحاضرات نصر الله لمحبيها أو لأنصارها مضمون الرواية لما تنصر الزهراء تنصر الزهراء الزهراء عندها حرب حرب مع أبي بكر وعمر أنت لازم تشارك في هذه الحرب حرب لمن حاربكم أنت لازم تبذل شيء تنصر الزهراء الله ينصرك في الجبهة تنتصر على داعش وأبو داعش ومن وراء داعش حتى لو جيشوا الجيوش وسووا عقده للتحالفات الآن نظام السعودي مسوي لك تحالف كبير طويل عريض على أساس يبقي ما يمكن إبقاؤه ويلملم ما يمكن لملمته الآن نظام في حال السقوط هو عموما يحاول بس يقوي نفسه بأي طريق أنت الآن تتآمر عليك دول تتآمر عليك طوائف تتآمر عليك جماعات وأحزاب ومخابرات ودوائر عالمية تتآمر عليك أنت شيعي تريد النصر أنصر الزهراء عليها السلام تخذلها تخذل قال رسول الله صلى الله عليه وآله ومن خذلهم فقد خذلني إذن يخذر رسول الله الله يخذله في الدنيا والآخرة أنت مخذول تب إلى الله وعد إلى الزهراء وانصرها صلوات الله عليها عسى أن يرحمك الله وينصرك في هذه الدنيا وينجيك في الآخرة صلى الله على الزهراء البتول ألا قوموا فاندبوها وينجيك في الآخرة و Magn 콩ll وانجيك في الآخرة oretنا